السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب الغالين علي جدا جدا متابعي قناة تأتربية بحبكم كتير جدا وادعي لكم بالتوفيق والنجاح في حياتكم ما تنسوش انتم كمان تدعو لي بالظاهر الغيب عشان يجي ملك يقول امين ولكم بمثل يلا حباب الغالين اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد اعملوا لي احلى لايك للفيديو اكتبوا لي ارائكم تحت في التعليقات شاركوا الفيديو على اوسع نطاق عشان كل الناس تستفيدوا خليكم فاكرين اتدلوا على الخير كفاعلة وكمان خليكم فاكرين ان انتم نص المعادلة انا علي انشر المحتوى الهادف اللي بيعلم الناس ويفيدهم وانتم عليكم الساعدوني ان المحتوى ده ينتشر وافضل مساعدة ليكم هي اللايك والتعليقات والمشاركة لان ده بيدعم المحتوى وبيخليه يرتفع وينتشر اكتر باذن الله يلا بينا سنقول اعدادي نشرح مع بعض النهاردة درس جديد من دروس مادة التربية الدينية الاسلامية طبعا انا بفضل الله بشرح ليكم اللغة العربية وبشرح ليكم التربية الدينية الاسلامية وبشرح لانما يلكم في المراحل الابتدائية كمان اللغة العربية والتربية الدينية الاسلامية والدراسات الاجتماعية فلو اي حد فيكم عنده حد من اخواته في المراحل الابتدائية يخليهم يتابعوا معي على القناة بتاعته قناتنا المحبوب بتاء تربية وكمان على صفحتنا صفحة مدرستنا في بيتنا على الفيسبوك يلا حبايبي الغاليين النهاردة هنشرح مع بعض درس الرسالة الخاتمة يعني إيه الرسالة الخاتمة؟ يعني الرسالة الأخيرة يعني هنتكلم عن آخر نبي ربنا أرسله للدنيا كلها بصوا حبايبي ربنا على مدار تاريخ البشرية من أول إنسان على ظهر الأرض لحد آخر إنسان هيعيش في الدنيا ربنا على مدار التاريخ ده كله بعت للناس الرسل طب ليه ربنا بعت للناس الرسل؟ عشان يرشدوهم ويعلموهم ويهدوهم للصح يهدوهم لمكارم الأخلاق يعرفوهم على الخالق سبحانه وتعالى ويحط لهم القوانين اللي هتقربهم من ربنا وهتبعدهم عن النار يعرفوهم الصح عشان يعملوه ويعرفوهم الغلط عشان يبعدوا عنه أول بشر ربنا خلقوا في الدنيا اللي هو سيدنا آدم ده كان أول رسول للبشرية وآخر رسول للبشرية النهاردة هنتعرف عليه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الرسالة بدأت بسيدنا آدم رسالة السماء للأرض رسالة ربنا لأهل الأرض بدأت بسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وانتهت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبقى حبيب النهاردة هنتكلم عن الرسالة الخاتمة وقلنا يعني إيه الرسالة الخاتمة يعني آخر رسالة اللي هي الرسالة بقى اللي من أول ما ربنا أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومستمرة معانا لحد ما تقوم القيام يلا بينا بقى نتكلم ونشرح الدرس يلا بينا حبيب خدوا بالكم حبيبي ان ربنا ارسل الرسل مبشرين ومنذرين زي ما قلت لكم في الاول يعني ايه مبشرين ومنذرين بيبشروا الطائعين بالجنة وبينذروا العاصين وبيخوفوهم من النار بيعرفونا الصحة عشان نعمله وبيعرفونا الغلط عشان نبعد عنه وكانت دعوتهم هي عبادة الله وحده وطاعة اوامره وجاءت كل الرسالات يكملوا بعضها بعضا بص حبيبي ربنا كان بيبعد كل نبي بحاجة اسمها عقيدة وحاجة اسمها شريعة يعني عقيدة ويعني شريعة عقيدة اللي هي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره العقيدة اللي هي ايمانك بالله عز وجل والشريعة اللي هي تطبيئك للعبادات ازاي تصلي ازاي تصوم ازاي تذكر ربنا ازاي تساعد الناس دي اسمها شريعة يبقى عندنا عقيدة اللي هي ايمانك اللي جوه قلبك وعندنا شريعة اللي هو تطبيئك للإيمان العقيدة دي ثبتة كل الانبياء عقدتهم زي بعض عبادة الله وحده وطاعة الرسول دي العقيدة بتاعت كل الانبياء انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى ما تعبدش صنم ولا تعبد حجر ولا تعبد اي حاجة والطيع الرسول اللي ربنا ارسله له دي عقيدة كل الانبياء من اول سيدنا ادم اللي هو اول الرسل لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الرسل الشريعة بقى كانت بتتغير يعني طريقة الصلاة بتختلف عادي من قوم القوم طريقة الزكر بتختلف من قوم القوم طب ليه حبيبي طريقة العبادة بتختلف حسب طبيعة كل قوم القوم دول محتاجين إيه إيه اللي هيصلحهم في عبادة تنفع معانا بس ما تنفعش مع أمم تانية وفي عبادة تنفع مع أمم تانية بس ما تنفعش معانا يبقى ربنا كان بيخلي كل نبي بيؤمر كل نبي بشريعة مختلفة أو ببعض التغييرات في الشرائع عن بعضها عشان تتنسب مع حالة القوم اللي رايح لهم النبي لكن العقيدة واحدة ثبتة ما تغيرتش الشريعة طريقة العبادة بس هي اللي كانت بتتغير محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل ولما حان الوقت الذي اقتربت فيه البشرية من اكتمال نضجها في التفكير واتسعت أمامها آفاق العلم والاختراع أتم الله نعمته على الناس فأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام لكي يتم الأحكام والشرائع ويتم مكارم الأخلاق فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وكان الإسلام هو خاتم الأديان وفي صورة توضيحية محسوسة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم يبقى بقى هيكلمنا بيقول لنا إن البشرية خلاص بدأ بقى العقل بتاعها والنضج بتاعها يكتمل الإنسان الأول في أول ما ربنا خلقه خلاص كان الإنسان لسه بيجرب وبيتعلم وبيعرف حاجات جديدة دلوقتي الإنسان يعرف حاجات كتير جدا وعقله قرب يكتمل ووصل لمرحلة كبيرة من النضج والاختراعات فربنا بقى حان وقت إرسال الرسول الخاتم اللي هو آخر الرسل فربنا أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالرسالة الخاتمة اللي تصلح لكل زمان ومكان تنفع من أول ما ربنا أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحد آخر إنسان هيعيش على الأرض الرسالة دي تصلح من أول القوم اللي ربنا بعت اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحد آخر الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أشر لنا بكده بأنه هو آخر الأنبياء إنه خاتم الأنبياء في حديث جميل الحديث ده بقى بيقول إيه قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري ومسلم يبقى الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مثلي ومثل الأنبياء يعني شبهي وشبهي الأنبياء بالنبيس صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثل من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وواحد بنى بيت كده وجميله وزينه وخلى بقى رائع بقى وحطله أجمل الأساسات وأجمل الحاجات إلا موضع لبنة موضع يعني مكان لبنة اللي هو الحجر أو الطوبة فجعل الناس يطوفون بدأ الناس يطوفون يدورون حوله كده ويعجبون له الناس بدأت تطوف حواليه وتتعجب منه يقولوا البيت ده جميل جدا بس الطوبة اللي نقصة دي اللبنة اللي نقصة دي الحجر اللي نقص ده الحتة اللي نقصة منه دي نقصة ليه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة هل لا ده حرف تحضيد يعني مش كانت المفروض اللبنة دي اتحطت هل لا وضعت هذه اللبنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه فانا اللبنة وانا خاتم النبيين النبي حبي يقول لنا أن ربنا يضرب لنا مثال كده كأن واحد صنع بيت وعملوا كله جميل معدى سايب لسه موضع لبناء موضع حجر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البناء ده يشبه الأنبياء وأنا بقى آخر لبناء وضعت في الجدار يعني أنا اللي أكملت بناء الأنبياء صلى الله عليه وسلم فالنبي حبي يعرفنا أنه هو خاتم النبيين علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس حدد الله تعالى علاقة الرسول بالناس بأنها علاقة الرسالة فحسب فهو ليس أبا لأحد ولكنه الرسول الخاتم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كما أكد الله سبحانه أنه أرسله شاهدا على قوم يبقى أول حاجة الرسول جاء إلينا رسولا ليعلمنا وليس أبا لأحد من رجالنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كما أكتنح حاجة بقى هو شاهد علينا هيشهد علينا يوم الإيامة وهيبشر المطيعين بالثواب أي واحد مطيع النبي صلى الله عليه وسلم بيبشره بالثواب وهينذر العاصيم بالعقاب أي واحد بيعصي النبي صلى الله عليه وسلم بيحذره بيحذره إن في عقاب له وفضل على المعصية بتاعته دي يا أيها النبي ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هيشهد علينا يوم الإيامة يا ربنا بلغتهم الرسالة مبشر بشر الطائعين بالجنة نذيرا يعني منذر بيخوف بيخوف العاصيم من النار وداعيا إلى الله بإذنه تدعو الناس إلى الله وثراجا منيرا النبي صلى الله عليه وسلم بينير لنا زي السراج المنير بينير حياتنا وبياخد بأيدينا للخير وبشر المؤمنين بأمن لهم من الله فضلا كبيرا طب إحنا واجب علينا طاعة الرسول ولا لا أمرنا الله عز وجل بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن طاعته طاعة لله عز وجل يبقى الله يطيع الرسول أطاع الله عز وجل عشان كده ربنا بقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى يعني أعرض عن طاعة الرسول بقى إلا يحصله فما أرسلناك عليهم حفيظة يعني مش أنت بقى اللي هتحفظه إحنا بقى المسؤولين عنه يوم القيامة من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة طب إزاي تكون طاعة الرسول إزاي أطيع الرسول يعني منت ربنا بيقولي طاع الرسول طب أطيعه إزاي طاعة الرسول تكون بالاقتداء به في أقواله وأفعاله وتصرفاته إن أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه وأعمله وبيبعد عن إيه وأبعد عنه سواء بالأقوال والأفعال كمان أشوف النبي قال لي أعمل إيه وأمشي في الطريق ده ما أعملش إيه وأبعد عن الطريق ده النبي قال لي خليك صادق أبا صادق أبعد عن الكذب أبعد عن الكذب ما تغشش ما تسرقش ما تكذبش ما تعملش أي حاجة غلط مش هعمل طب التزم بكذا والتزم بكذا خلاص يا رسول الله هلتزم بكذا وهلتزم بكذا هي دي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول في القرآن بقى إيه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله يعني أنعم فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني محصورا بين الأغنياء بس تمام؟ وده ربنا بكلمنا عن الأموال إن الأموال لازم يكون فيها جزء للفقراء وجزء للمساكين وجزء للإنفاق في سبيل الله وجزء لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا حبيبي وربنا بقى ختم لنا الآية بمثاق لازم نمشي عليه وبعهد لازم نمشي عليه اللي هو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي حاجة الرسول قال لكم وعملوها عملوها وأي حاجة قال لكم وبعدوا عنها بعيدوا عنها بعدين ربنا بقولوا واتقوا الله يعني التزموا بأوامر الله وابتعدوا عن نواهي الله طب ليه؟ إن الله شديد العقاب شديد العقاب بقى لمين بقى؟ للي هيعصي واللي هيعرض عن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واللي ما هيلتزمش بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كمان واجب علينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نخلص العبادة لله أولا ثم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أعظم حب اللي مش بيتقارن بأي حب هو حب ربنا بعدين بيكون في قلوبنا حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيكون أعظم من أي حب تاني أعظم من حب بقى والدي ووالدتي وأخويا وأختي والشهرة والفلوس والأصحاب والشغل وكل حاجة حب ربنا ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين بقى نحب أي حاجة تانية في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه يعني لو كانوا موجودين فيه وجد حلاوة الإيمان وجد كده طعم الإيمان الجميل وروحة وسعدائهم وبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني غيرهم يعني يحب ربنا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي شيء وأي حاجة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يعني يحب الناس عشان خطر ربنا مش عشان خطر المصلحة وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار يعني يرمى في النار يعني يكره الكفر زي ما يكره أنه يتحط في النار كده نبقى ثلاث حاجات لو التزمت بهم هتلاقي طعم الإيمان وحلوة الإيمان الجميل إنك تحب ربنا وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حد وأكتر من أي حاجة إنك تحب الناس عشان خطر ربنا مش عشان خطر المصالح إنك تكره الكفر زي ما تكره أنك تترمي في النهار ولهذا الحب آثاره في عمل المسلم فهو يقبل على العطاء ويسرع إلى المعاونة ويعمل لصلاح البشرية كلها يبقى حب ربنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيخليك شخص تعطي بخليك شخص محب للناس شخص نافع للبشرية شخص نافع للدنيا ربنا بيقول في القرآن كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يعني لو كنتوا بتحبوا ربنا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم تعالوا بقى كده بسرعة راجع الدرس بسؤال وجواب لماذا أرسل الله الرسل وما دعوتهم أرسل الله الرسل ليكونوا مبشرين ومنذرين دعوتهم هي عبادة الله وحده وطاعة أوامره متى أتم الله نعمته على الناس إمت ربنا أتم نعمته على الناس أتم نعمته أتم الله نعمته على الناس عندما اقترب التفكير البشري من النضج واتسعت أمام البشرية آفاق العلم والاختراع لماذا ختم الله الرسالات بدين الإسلام لكي يتم الأحكام والشرائع ويتم مكالم الأخلاق فكان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وكان الإسلام هو خاتم الأديان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لماذا ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثله ومثل الأنبياء قبله وبما صور الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا الحديث وكيف نستدل من الحديث الشريف على أن سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل عشان التوضيح الأمثال أصلا بتنضرب عشان التوضيح عشان تبين لنا حاجة طيب تاني حاجة صور الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث بالبناء التي يكتمل بها البناء ثالث حاجة بنستدل إزاي من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين يعني آخر النبيين حدد الله علاقة الرسول بالناس وضح ذلك هنقول حددها الله بأنها علاقة الرسالة فحسب فهو ليس أبا لأحد بل كان مبشرا بالثواب ومنذرا من العذاب ثاني حاجة أكد الله سبحانه أنه أرسله شاهدا على قومه ومبشرا ونذيرا وداعي إلى الله عز وجل لمن تكون البشرى ولمن يكون الإنذار تكون البشرى للمؤمنين الطائعين ويكون الإنذار للعصات والكافرين لماذا شبهت الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير شبهته بالسراج المنير لأنه يهدي الناس إلى طريق الحق والخير والسلامة كما يهدي المصباح المنير الناس بنوره زي ما المصباح المنور بيرشد الناس وبيهديهم في الظلام برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد الناس للخير لما أمر الله المسلمين بطاعة نبيهم أمرهم بطاعة نبيهم لأن طاعته طاعة لله عز وجل بمن تكون أو بما تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته والدليل على ذلك قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كيف تنشأ صلة الحب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تنشأ صلة الحب بين العبد وربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أخلص العبد العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلص العبودية لله يبقى إمت الصلة تكون قوية بينك وبين ربنا وبينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخلصت العبادة لله ولو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بكل إخلاص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار كيف يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان نقول يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان إذا أحب الله ورسوله أكثر من كل شيء وإذا أخلص حبه للناس من أجل الله وإذا كره الكفر كما يكره أن يلقى في النار ما أثر هذا الحب على سلوك المسلم يقبل على العطاء ويسرع إلى المعاونة ويعمل لصالح البشر ماذا نتعلم من هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبشر والمنذر والداعي إلى الله والسراج المنير الذي أنار للناس حياتهم وكده حبيبي يكون الدرس بتاعنا انتهى شفت الدرس سهل ولذيذ وجميل إزاي يلا حبيبي حلو التمريم بتاعت الدرس ولو عندكم أي سؤال أو استفسار يبعتوها على رقم الوقت وإن شاء الله هرد عليكم وشمعكم على خير إن شاء الله في دروس جاية من دروس مدلس التربية الدينية الإسلامية السلام عليكم اشتركوا في القناة